اهلا بكم معكم نورس علي ونستمر مع فيديو هات نيكس جي اس ودروس نيكس جي اس. كما تعرفون نحن الان بمشروع نيكس جي اس المتكامل الخاص بمشروع الريسيبي الذي نربطه مع باك اند وهذه الباك اند يسترابي. اذا تبعتك كورس استرابي وهو اختياري في هذا المسار اذا تبعته ستنشئ الباك اند ومع نيكس جي اس سنصل ال نيكس جي اس كفروند اند سنصلها مع الباك اند. في هذا القسم من هذا المشروع هذا قسم جديد في القسم الاول قمنا الوصل اه مع الباك اند بنقاط بالنقاط المختلفة بنقاط الاي باي المختلفة اضف وصفة احذف وصفة عدل وصفة اعرض وصفة اعرض الوصفات الى اخرين. اه و اه في هذا القسم سيكون الموضوع يعني اكثر يعني اكثر قرما للواقع. ففي المواقع العادية عندما نريد مثلا ان ندير وصفة او ندير اي شيء كان فيكون هناك تسجيل دخول. انت تسجل الدخول ثم يمكنك القيام بالامور الاخرى. اه هناك امور يمكنك ان تقوم بها كادمن. هناك امور اخرى تم عرضها كزائر لا حاجة لتسجيل الدخول. فهذا الامور سنديرها في هذا القسم. سنقوم بانشاء تسجيل دخول. وسنقوم ايضا بحفظ تسجيل للدخول هذا وفي الكوكيز في الموقع. وايضا سنريد ان نحمي مساراتنا التي تحتاج تسجيل دخول. فمثلا مسار ادرسي بي يحتاج تسجيل دخول. اما مسار عرض الوصفات لا يحتاج تسجيل دخول. اذا لم يكن ما اقوله واضح لا مشكلة. سنسير على هذه الموضوع خطوة خطوة. ولكن احببت ان نقول لكم فكرة هذا القسم من الفيديوهات. هو انا نريد ان ننشئ تسجيل دخول. ونحمي مسارات الموقع التي تحتاج تسجيل دخول. فاذا هذه هي القضية. فاذا الان هنا سنبدأ مسار جديد الان. وكبداية سنذهب ونقوم بتشغيل سيرفراتنا. فاول شيء سنقوم بتشغيل سيرفر استرابي. فاذا من nbm run develop. فاذا تابعت كما قلت كورس استرابي. فانت تستطيع تشغيل هذه الجزئية. اما بخصوص nextjs ايضا ساشغلها من خلال nbm run dev. فهذه السيرفرات المسجلة هنا او الذي تم تشغيلها. ساجلبها بعيدا هنا في الشاشة. وسنأتي الى هنا لمشروعنا السابع من recipe project. ونرى هذا المشروع ما هي ملفاته. وما هي الاشياء التي نريد ان نضيفها هنا. فاذا هذا المشروع هو فيه اه هذه المسارات. فاليوم ما هو الشيء الجديد الذي سنقوم به كما قلت. اه نريد ان نقوم بانشاء component لتسجيل الدخول. وايضا نريد اضافة styleات. فاذا بداية هذا القسم ستكون سهلة. فاذا بداية سنضيف بعضنا styleات. سنضيف component. وثم ستأتي الصعوبة. اه سنتعلم مفهوم جديد. فبداية سنشغل السيرفر هنا تحديث. فاذا هذا هو الموقع. اه بداية هنا اريد ان انشئ كما قلت component اسمها header هنا تكون في الاعلى. فاذا لنبدأ بهذا الموضوع. فبداخل اه هنا component اريد ان انشئ component اسمها اه header. فسا اكتب هنا اه يعني افتحها باسم المحرر الذي استخدمه header.js. فاذا هذا هو اه هذه هي component التي انا فعليا اريد ان انشئها. فهذا الهيدر هنا سننشئ component اه او component next.js اه عادية. وسنعيد منها. طبعا انا كتب default بشكل خاطئ. default. سنضيف هنا header. بclass header. فبعا هذا يجب ان تكون class name. وبداخل هذا الهيدر سننشئ هنا. وهذه الناب اه سنضع فيها يمكن ان نضع او نضع ايضا ان order list. اه وهنا نضيف ال اي وبداخلها سنضيف اه هنا اه لينك. هذا اللينك سيكون للهومبيج. مكان عرض الريسيبي. وايضا سنضيف واحدة اخرى هنا ال اي اخرى او اتم اخرى التي ستذهب لاد ادريسيبي جيد. فالان اذا اردت ان لنرى هذا كيف سنراها? فبكل بساطة علي ان اضيفها لملف الاب. بذن سأذهب الي هنا. وهنا سأقوم بالنصار واحد للاعلى. اه جيد. وهنا بالراتين. بكل بساطة. افتح واضيف الهيدر هنا. قبل قليل قم بانشائه. وبتأكيد هذا هنا. وانتهينا. طبعا هذا هنا هاكد. فاذا الان اذا ذهبنا الى الموقع لاحظوا هذا هو الهيدر. الان ظهر. فاذا ممتاز. دعونا نكمل انشاء بهذا الهيدر فلدينا بداية قمنا بانشاء واحدة هنا. اه ايضا يمكن ان ننشأ اه مثلا شيء اخر هنا مثلا ديف اخرى. في داخل هذه الديف ساقوم بانشاء اه اه او يعني للداشفورد لان سنقوم بانشاء داشفورد. اه وهنا سنسميها داشفورد طبعا. وايضا ساقوم بانشاء بطن هنا. هذا البطن سيذهب او قبل البطن يمكن ان نذهب اه يمكن ان انشأ اي تاج اخر ليذهب لصفحة اللوغن. لانا يجب ان انشأ صفحة صفحة للوغن. وبخصوص هذا البطن هنا سيكون للوغ اوت. طبعا هذا هذا عندما نقوم بالنقر عليه نريد ان اه اه عندما ننقر على هذا نريد ان يتم ماذا? ان يتم لوغ اوت لليوزر. فيمكن ان انشأ فونكشن هنا اسمه كونست هاندل اه لوغ اوت. ومبدئيا عندما نقر عليه اريد ان يكتب ان لوغ اوت اه او ديوزر لوغد اوت ساكسسفور. جيد? فاذا الان لنختبر هذا الشيء الذي قمت به طبعا هنا عليك خطأ. ما هو هذا الخطأ? لنرى. فاذا اه هاندل كليك يساوي اه فاذا ما المشكلة? يقول اه اه جاي? اكس فعلي Whether be expression or اه فاذا الان انا ما الشيء اللي انا كتبته فعليا. فاذا اه انcount click event. طبعا هيجب كارلي انا لا اعرف لماذا كتبتها هكذا. فاذا الان صحيح. فاذا الان عفوا. فاذا الان ها هو هذه الاشياء التي كتبتها. اه فاذا الان ساوريكم الكونسول هنا فاذا هفت الى الكونسول. وخطن بالنقر على log اوت سيقوم بتنفيذ هذا ويوجد هذه الأمور الأخرى طبعا الآن الخطوة الثانية بخصوص هذا الهيدر هو أنا نريد ستايلينج لهذا الهيدر فذا المبدئيا أنا سأقوم بشرح طريقة ستايلينج يعني الميثود حتى تقوم بإضافة CSS لمشروع Next.js ولن أشرح الستايل لكن إذا أخبرتموني أنكم تريدون أن أشرح كيفية إنشاء الستايل فيمكن أن يعني أن أخصص فيديو كامل لهذا الموضوع. جيد فإذا دعوني أجلب الستايل فإذا سأذهب إلى الهيدر كومبوننت هنا وبداخل الهيدر كومبوننت أو بالبداية سأقوم بإمبورت الستايل معين سأكتب إمبورت ستايلز سأذهب مسار واحد للأعلى ستايلز وسأكتب اسم ملف لم يتم إنشعه لكن الآن سأنشئه. ولكن أنا أريدكم أن تتنبهوا لإسم هذا الملف الذي أنا كتبته. فإذا لاحظوا اسم هذا الملف هو header.module.css طبعا هذه هيدر يمكن أن تكتب أي شيء لا مشكلة لكن بخصوص هذا يجب أن تكتبها كما هي. يعني نهاية هذا الشيء سيكون اسمه module.css الآن سأقوم بإنشائه فمن مجلد الستايل سأنشئ ملف اسمه header module.css وهنا سأقوم بنسخ الكود الذي أنا كتبته مسبقا بخصوص css هنا تكتب css عادي. لكن فكرة هذه الموديول بخصوص فكرة الموديول في next.js هو أنك تقوم بستايلنج لهذا حسب الستايلز الموجودة بالموديولز وهذا الموديول لن يتم تحميله إلا بوقت استخدام هذا الكومبوننت. وأيضا هذا الشيء يجزء السي اسس الخاص بك بدلا أن تكتب السي اسس الموقع كلها بملف واحد فأنت تجزئه لموديولز كل كومبوننت مثلا أو كل مجموعة كومبوننت أو كل صفحة لها موديول خاص فعندما يتم تحميل الصفحة يتم تحميل السي اسس الخاص بهذه الصفحة معها. لكن إذا كنت تحمل صفحة ليس لها علاقة بهذا السي اسس لن يتم تحميل هذا السي اسس. وهذا الشيء يساعد بتحسين البرفومنس. وأيضا يمكن أن يكون يمكن أن تعتبره شيء تنظيمي. أنك تنظم السي اسس حسب الصفحة وحسب الكمبوننت. فإذا جيد جدا. فإذا الآن كيف يمكن أن نستخدم أو نطبق هذا السي اسس هنا. فلاحظوا أنا قمت بإمبورت ستايلز من كذا. فهنا بستايلز يوجد آآ كلاس اسمه هيدر. فهنا يمكن أن أكتب هكذا. أفتح وأكتب ستايلز آآ وهيدر. فإذا الآن جلبت ستايلز الهيدر الآن سترونه أمامكم. فإذا لاحظوا ستايلز الهيدر أنه أعطى هذا بهذا اللون. جيد. فممتاز. طبعاً أنتم يمكنكم رؤية تغييرات يعني نوعاً ما في الخلفية. فإذا اليول هذا جيد سأعطيها ستايلز عفواً سأعطيها كلاس نيم عفواً. كلاس نيم يساوي ستايلز هيدر ناب. طبعاً أنا هذا كنت أريد أن أجعلها ناب. إذا هذا هي هيدر ناب. هذا هي جيد فأنا استخدمت هذا الكلاس. بخصوص اليول فأيضاً لها كلاس. الذي هو ستايلز هيدر ناب آيتم جيد. وأيضاً هنا كلاس نيم لها ستايل اسمها هيدر ناب لينك. وسأكرر هذا هنا وأعدل هذا فإذا هنا Add Receive. جيد فإذا الآن لو نظرت فإذا لاحظوا هذا هو التغيير فإذا ممتاز. طبعاً مرة أخرى أكرر من أين جاءت هيدر ناب لينك. أنا وضعتها بملف الموديول فإذا هنا لدينا هيدر ناب آيتم ولدينا هيدر ناب لينك. فإذا نعد لموضوعنا فإذا هنا هذه الدف هنا الأخرى وأضعت لها ستايل اسمه هيدر أدمن. فإذا بخصوص الأي هنا لأيتم سأعطيها كلاس من الستايل اسمه button وهنا نفس الشيء. فإذا سأقوم بنسخ هذا ولسقيه هنا وهنا نفس الشيء نسخ هذا ولسقيه هنا. فإذا الآن لنرى النتيجة النتيجة ما هي النتيجة فإذا هذه هي النتيجة فإذا ممتاز. لكن لاحظوا أن هناك نوع من المارجن هنا وأيضاً بداخل هيدر أنا لم أقوم بإضافته. ولماذا يعني موجود هذا الشيء؟ فهذا الشيء مهم جداً يجب أن تعرفوه يعني بشكل عام ليس خاص بنيكس جي اس خاص بأي شيء يعني بأي شيء هو أن مجرد أن تبدأ أنت كتابة اي شيء اي شيء وتقوم بتحميله في المتصفح الشيء الذي سيحدث هو أن المتصفح سيضيف من عنده من عنده سيضيف سيضيف مارجن افتراضي سيضيف افتراضي سيضيف خطوط افتراضية فأنت عندما تضيف أنت السي اس اس الخاص بك فأنت تلغي سي اس اس المتصفح أو تقوم بإعادة الكتاب عليه أو استبداله دعونا نقول لكن إذا مثلاً لم أضع أنا مثلاً هنا مارجن وبعد محدد للهيدر فسيأخذ الخاص بالمتصفح فالحل لهذا الموضوع هو استخدام شيء اسمه ريسيت سي اس 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 ريسيت سي اس اس يعني ابحث في أي على الجوجل على بأي مكان ابحث اكتب مثال ريسيت سي اس 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 وانسخ الملف وحمله في موقعك لا دعي لأن تكتبه مجدداً وأنا هذا الشيء نفسه الذي فعلته الآن سأريكم إذاً بداية سأنشئ هذا الملف آآ طبعاً أنا أريد أن يتم تحميله هنا بجانب الجلوبل فإذاً قبل الجلوبل فإذاً هنا هذه الجلوبل هنا الجلوبل ستايل قمنا بإضافتها سابقاً هنا سأضيف ريسيت سي اس اس التي ستطبق على كل مشروعي ثم سأذهب وأنشئ ملف ستايلز ريسيت طبعاً سيقول لي الآن أن الملف غير موجود وأنا عارف أنه غير موجود وسأضيف الستايل ريسيت التي جلبتها من الجوجل وهذه هي لاحظوا ما هو ما هو ريسيت بكل بساطة أنا نسقته من هذا الموقع لم أكتبه لكن بكل بساطة ما هو هو أن تجعل المارجن البادنج كل شيء زيرو وتحدد يعني ترجع كل شيء للصفر وثم أنت تقوم بالستايلينج تضيف ستايلينج الخاص بك فنلاحظوا فإذاً ها هو وضع المارجن بادنج كل شيء زيرو وقام مثلاً بإضافة أن مثلاً هو لا يريد لليو أل أن يكون لها لستايل وهذه الأمور طبعاً أنت يمكنك أن تعدل إذا لم يعجبك هذا الموضوع يمكنك أن تعدله شيء آخر لكن مشكل عام هذا الستاندرد يعني يمكنك أن تلتزم به فإذاً الآن أنا مجرد أني أضفت الريسيت لاحظوا اختفى البادنج واختفى المارجن من الهيدر الملاحظة رقم أو الملاحظة الأخيرة لهذا القسم هو أن أريكم بداية الملفات فإذاً هذي الملفات مشروعنا تلاحظوا أضفت الريسيت هنا أضفت هيدر بالستايلز وبالكومبوننت أضفت هيدر وأيضاً بالبيجز أب أضفت الهيدر حتى يظهر هذا الهيدر بكل مكان فإذاً الملاحظة الأولى لهذا الموضوع هو أن الستايلز موجودة على جيت هوب تذهب لجيت هوب وستراها وسيمكنك تنزيلها ونسفها والأصباب فإذاً سأريكم الطريقة مباشرة فإذاً هذا هو حسابي على جيت هوب أنت تذهب لـ complete JavaScript tutorial ثم تذهب للـ next لأننا نعمل على next وتذهب للمشروع رقم 7 ها هو وبالستايلز هنا سترى الآن لم أقم برفع هذا التغيير لأنني نقم بلتها ولكن ستجده هنا مثلاً ملاف الريسيت ستجده هنا الهيدر ستجده هنا فأنت ماذا تفعل؟ تقوم بنقر عليه بهذا الشكل ثم تنقر على الرو هكذا سيظهر لك كل الكود تقوم بـ Ctrl A لـ Select All وCtrl C لـ Copy وثم بالمحارة الخاصة بـ Ctrl V للأسق وانتهينا فإذاً هذه هي طريقة العثور أو النسخ الستايلات بكل سهولة فالملاحظة الأخيرة هو هذه الملاحظة توجهنا لماذا يجب أن نفعل في الأقسام الأخرى من هذا القسم أو أجزاء الأخرى من هذا القسم نريد أن نبني صفحة الـ Login صحيح؟ نريد أن نبني صفحة الـ Dashboard أيضاً يجب إذا كان الشخص مثلاً مسجل الدخول لا نريد أن نعرض له الـ Login وإذا كان مسجل الدخول نريد أن نعرض له Address B لكن إذا لم يكن مسجل الدخول لا نريد أن نعرض له Address B فإذاً هذه المواضيع كلها سنتناولها لاحقاً في القسم التالي سنقوم بإنشاء صفحة الـ Login